السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السبت 16 تشرين ثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج الثور الساعة 7 و 8 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش رح ينتقل لبرج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية يوم الاثنين صباح يوم الاثنين الساعة 8 و 49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأورام أو الدمامل مثلا أو الأعمال أو الأمور هاي كلها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و 6 دقائق عصرا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول بما أن القمر رح يظل موجود في برج الثور لغاية ساعات الصباح معناته منظل أكثر حذرا ومن ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض المال من البنوك أو من الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خطة توفير أو شراء عقار أو استئجار عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 2 و43 دقيقة صباحا بتوقيت جرانج بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث وعليف أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 7 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرانج بتعزز قدراتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 7 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرانج وبينتهي الساعة 7 وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرانج هذا يعني أنه الفترة المذكورة اللي هي تقريبا 6 دقائق لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 7 وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرانج خلاص بكون القمر انتقل واستقر في برج الجوزاء عشان هيك من بعد ساعات الصباح نشعر بالنشاط والرغبة بالانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ابنتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي أما بالنسبة للزاوية الأخيرة خلال هذا اليوم هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية راح تكون الساعة 12 و59 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بالزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية خلال هذا اليوم لهاي الأعضاء تحديدا لأعلى العنق الحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقي اللوزتين وتفاحة آدم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي الأعضاء اللي أكثر حساسية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها وإذا في مجال تأجيلها بيكون أفضل إذا كان اضطراري عاد لا حول ولا أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا إذا كانت اضطرارية لأنه بالفترة هاي مراحل اكتمال القمر فما مننصح وخصوصا للعمليات اللي بيكون من آثارها الجانبية الخوف من النزيف طبعا لا يوصى بإجراء اليوم عمليات التجميل اللي هي الجراحة ولكن الحق ما فيه أي مشكلة أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات أو للحجامة تحديدا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجوزة ورح يستقر في الجوزة من ساعة الصباح خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين بيبدأ ساعة أربعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرانج وبينتهي ساعة ثمانية وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره خمستعشر يوم الآن الساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرانج نبدأ باليوم الستعاش نسبة الإضاءة ثمانية وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين أربعة منتحس بنسبة عشر في المية الآن ساعة العصر سعيد بنسبة خمستعشر في المية القمر في الثور ورح ينتقل للجوزة ورح يظل موجود في الجوزة ليوم ثمانتعاش أحداش طبعا هو منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة خمس في المية ساعات الظهر منتحس بنسبة عشر في المية ساعات العصر منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في القوس حتى يوم ستة وعشرين أحداش منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم 7-12 منتحس الآن بنسبة 10% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% أورانس في الثورة بيتراجح حتى يوم 30-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتظل في فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة من الآن وحتى ساعة الصباح وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن برضو تهتموا ببعض المسائل المالية أو تعالجوا استحقاق مالية أو أنه يكون في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي ولكن بدكوا تنتبهوا من المصاريف أو صرف للأموال بالزيادة من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر ولكن بدك تكون عنصر إيجابي مع الغير مع من حولك حاول أنك تتفهم الآخرين ابقى هادئ وما تفوت عليك فرص المصالحة والتسوي خلال هذا اليوم وكرر المحاولات اللي ما زبطت معك في الأيام الماضية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الآن وحتى ساعات الصباح وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي أما من ساعات الصباح هنا بتمتلقوا طاقة وحيوية أكثر وبيصبح هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وبتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أو ممكن تعالجوا مسائل إدارية وتمويلية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا ما زال الأجواء بتتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني أنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد القمر بوصل لعندكم بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي طبعا وصول القمر لعندكم رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو لبذل جهد عالي خلال هذا اليوم عشان تقدر تحصل بعض المكاسب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بيظل في نشاط على المستوى الأصدقاء وتعاونهم معكم ولكن القمر بيقترب من بيت المتاعب عشان هيك حاولوا إنك تنجزوا وتتمموا الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الصباح ممكن يفاجعكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته من ساعات الصباح خلص القمر بوصل لبيت المتاعب فبتبدأوا فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني أنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ولا تراهنوا على الحضوظ ممكن اتعانوا من الركود ومراوحة المكان أهمش إنه ما تجاسفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بضلها فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن بدون مغامرات ولا مجازفات ولا تهوروا ما تشوه سمعتكم أما من ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفات أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد وهي فترة مناسبة إلى الانضمام لجمعية أو مؤسسة بتطلاقها مع طموحاتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بظل من الآن وحتى ساعات الصباح لأجواء جيدة للاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات وتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بيحباكم من ساعات الصباح وما بعد هنا بيصبح الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين هذه فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة وممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم مش إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل فيه فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض من الآن وحتى ساعات الصباح وبتظل صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة للرعاية أهم شيء إنه تنتبهوا من المصاريف ومن النصابين والمحتالين في هاي الفترة ودقق بالتفاصيل من ساعات الصباح ممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في مسائل تتعلق بسفر أو اتصالات أو معاملات أو حتى دراسة جامعية وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بترتفع المعنويات وبتزيد فرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاكم وممكن يكون في سفر محتمل لبعض الأشخاص برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً هذا اللي يظل من الآن وغاية ساعات الصباح مناسبة للقيام بعمل بالطلاب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن ضبط الأعصاب بظل مطلوب لأن العصبية موجودة عندك وسهل استفزازك من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصيلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة إلى الرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراح تشيخوختك وتاخذ المبادرة في الاتجاه المذكور أهم شيء أنك تقدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت إزعاج وعدوات برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة عالية جدا على إنجاز كثير من أعمالكم من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن بدكوا تنتبهوا أن القمر بتجه لمقابلتكم فطاقتكم تنزل شوي شوي أهم شيء أن تنظموا جدول غذاكم وتأخذوا قسط كافي من الرحاة من ساعات الصباح وما بعد بصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوزعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج أو مصالحة ولكن بدك تحاذر الإنفعالات بيصعب التفاهم معك ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر فممكن تظهر مشاكل طارئة كن صبور ما تتدمر لأنها فترة خالية من الحظ برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوزعكم ممارسة نشاط فني من الآن وحتى ساعات الصباح وبتظلها فترة إيجابية دعم لإلكم لممارسة هواية أو للترفيه أو للتقارب مع الأبناء من ساعات الصباح وما بعد ورغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهدك وعلى طاقدك لحسد النجاحات والأرباع وراقب وضعك الصحي وحاول ما تدخل بأي خلافات مع زملائك بالعمل برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية وبيضل الجو إلو علاقة بالبيت والعائلة أهم إشي إنه انتبه من بعض العطال أو المسئوليات العائلية من ساعات الصباح ترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبياً وبتجد حليف يدعم تصوراتك أهم مش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة وبتميلوا للسفر والمشاركة في رحلات عمل الأجواء رومانسية وفي نجاح ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات من الآن وحتى ساعات الصباح وبالظل فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو لا إجراء اتصالات مهمة أو لا إقناع الغير بوجهة نظركم وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار من ساعات الصباح وما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم مش أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج وحاول أنك تسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته وقدم المساعدة لللي بيحتاجها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء